في التعاون البرلماني مباحثات رسمية عقادها اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مع رئيس برلمان جورجيا ديفيد أوسو باشفيلي والوفد المرافق له تناولت ملفات تعاون ثنائي وتعزيز التنسيق بين البرلمانين في المحافل البرلمانية القرية والدولية كما تصدرت المباحثات مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وحضر المحادثات مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي والنواب فيصل الشايع ومبارك الحريص وسعد الخنفور وأحمد القضيبي وعالي الخميس وسفير جورجيا لدى دولة الكويت رولاند بيريدز وعقب المحافظات أقام الغانم مأدبة غداء على شرف رئيس برلمان جورجيا والوفد المرافق له حضرها أعدد من النواب